أشد وفد من مكتبة الكونغرس الأمريكي بالقاهرة بجناح المجلس القومي للمرأة في الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا ويواصل المعرض استقبال محب الثقافة والقراءة من جميع أنحاء الجمهورية وشهد مركز مصر للمعارض الدولية توافدا كثيفا من قبل زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات واصفا وقد استفى الزوار في المعرض في طوابير ممتد أمام البوابات واستحرص القائمين على المعرض والمتطوعين على بذل كل الجهود للتسهيل على الزوار ومنع الازدحان بحضور جماهري كبير تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين والتي تأتي داعمة للهوية الثقافية المصرية فعاليات تأتي تأكيدا على مكانة مصر الثقافية في الحضارة الإنسانية والدور الذي قدمته لتاريخ المعرفة وتكوين الوعي الإنساني على مر التاريخ احنا ثلاث مشاركة لنا السنة دي طبعا من أفضل المعارض اللي بيكون متوجدين فيها واحنا متخصصين كماركا ستروس متخصص في التاريخ فكر سياسة يعني متنوعة اولا احنا المشاركة الخامسة لنا في معرض القاهرة للكتاب قدار جديدة الحمد لله رب العالمين الاقبال الحمد لله كان هو في اول يعني بعد تاني يوم كان الاقبال ضعيف شوية عشان الجو ولكن النهاردة الحمد لله حضرتك شايف الاقبال حاجة مبهجة هو فرصة كبيرة لتقديم فكرنا ومستوينا واداءنا في المعرض بإذن الله يعني والمعرض السنة دي فيه اقبال شديد كل سنة بقى فيه اقبال أزيد من السنة اللي قابليها وده نجاح للمعظمين ونجاح للمعرض وناس بتاتجه من الإجاية دلوقتي بسنة صغيرة دلوقتي مش الكبار بس اقبال هائل جدا وتنظيم بسم الله مشاء الله يعني هي اقبال حاجة تشرف انها عرسان الثقافة الناس بتطلع على الكتب والمعارف والزيد من ثقافتها ومعارفة يعني زيد خبرة من سن ست سنوات لحد ستين سنة الناس كلها بتشير الكتب المعرض السنة دي عليه اقبال كبير جدا أكبر من أي سنة فاتت أظن ان في يوم الايام وصل ربعمائة ألف والنهاردة من الجمعة توقع انه يوصل نصف مليون وده حدث ما بيحدش في أي مكان جناح الأطفال يشهد اقبالا كبيرا من الزائرين لما يقدمه من فعاليات ثقافية وفنية كورش الحكي والرسم والتلوين وذلك في إطار اهتمام تلك الدورة ببناء الطفل ثقافيا من خلال مجموعة من الفعاليات التي تقدم داخل القاعة المخصصة لنشاط الطفل هي العمل الكتاب دايما بتفرق بين الكتب الخاصة بالأطفال وبين الكتب الخاصة بالكبار فالخيمة دي السنة دي هي خاصة بالطفل زي كتب الدراسية فزي ما حضرتك شايفة كده ان ما بقوش أطفال أطفال وكبار ابتدوا فيه جمهور كبير جدا للقراعة والله هي حاجة مميزة يعني المفروض ان هي بتساعد أولياء الأمور على الجزء الخاص بالطفل يعني ان هو مثلا بدل ما ييجي ويدور مثلا في القاعات على الحاجة الخاصة بالطفل هم عملوا الجناح أو قاعة مخصصة للطفل طبعا هي فيها حاجات كثيرة بقى يعني حاجات تفعولية متسوري أكاديمي كل حاجة بتخص للطفل فكرة قاعة للأطفال هي حاجة كويسة جدا لان حتى لو بتخطي بالك هتلاها هي أزحم قاعة لان كله بيعيز طفله من الأول تأسسه مثلا على الإراية على التعليم على الحاجات دي تفيا طبعا هي فكرة كويسة هي بتسهل عليك لما تيجي المعرض مكان مخصص لطفلك بس إحنا بقالنا كذا سنة ما بنجيش غير القسم الأطفال فيعني بقيت خلاص عمل الأبديت كله بتاع كل حاجة إيه اللي جابوه إيه اللي شلوه إيه اللي حطوه فيعني دي نعمة ربنا يدمها علينا كسم الأطفال ده ويعد معرض القاهرة الدولي للكتاب من أبرز الأحداث الثقافية التي تجمع الأدباء من مختلف أنحاء العالم تحت صقف واحد ويزوره ملايين من القراء الذين يقع اهتمامهم بالاطلاع على كل ما هو جديد